موسيقى التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية والذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددا من السادة الوزراء السابقين وكبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب وذلك بحضور كل من السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعريم العالي والبحث العلمي والسيد الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وجه الشكر للسيد الرئيس على الدعم الذي يقدمه للمكتبة وأكذا اللقاءات السنوية المنتظمة مع سيادته إيمنا منه بأهمية دور المكتبة في ترسيخ قيمة المعرفة وباعتبارها نموذجا عالميا ومنارة للعلم والثقافة السيد الرئيس رحب بأعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية مثمنا دور المكتبة والمجهودات التي تبذلها لنشر العلم والثقافة والمعرفة محليا وإقليميا ودوليا وهي الجهود التي تتكامل مع تلك التي تقوم بها الدولة والتي تجسدت في تشييد مدينتي الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة وكذلك مشروع المتحف المصري الكبير والعديد من المشروعات الكبرى الأخرى في مجال المعرفة والثقافة والتعليم العالي وموضحا محورية دور مكتبة الإسكندرية في المساهمة في تعزيز المحتوى العلمي والثقافي لتلك المنشهات وتعظيم دورها في المجتمع المصري السيد الرئيس استعرض الجهود المصرية لتعزيز وترسيخ قيم التسامح والسلام وقبول الآخر ونبذ العنف والقراهية فضلا عن جهودها في مجال تطوير البحث العلمي وإنشاء العديد من الجامعات من خلال التوأمة مع كبرى الجامعات الدولية بهدف ثقل المواهب والنبغين من الشباب في كل التخصصات ليمثلوا كوادر مؤهلة تدعم العمل التنفيذي في مختلف المجالات في الدولة ومن ناحية أخرى لدعم جهود الدولة في تغيير ثقافة التعليم في مصر وتطويرها على نحو يهدف إلى تعظيم قيمة التعلم واكتساب المعرفة والثقافة اشتركوا في القناة من القاهرة أهلا وسهلا بالتأكيد طول الوقت احنا بنكلم عن دور المثقفين والإعلاميين وكل قادة الرأي على مستوى الجمهورية في نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر الموطوع ده محتاج جهد كبير جدا من كل أجهزة الدولة ولكن المثقفين بكل تأكيد بيتصدروا المشهد عند أي حديث حول التسامح وقبول الآخر الرئيس عبد الفتاح سيسي زي ما تابعته في التقرير التقى بمجلس أمناء مكتبة الأسكندرية ومجلس أمناء مكتبة الأسكندرية الحياة بضوم صفوة من المفكرين والمثقفين سواء من داخل مصر أو خارجها وتحدث معهم حول الكثير من النقاط الأساسية التي تدور حول هذا الأمر دور المثقفين في نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر برحمة حضرتك بطيفي في هذا الحوار الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجماعة الأزهر ورئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب دكتور منورني أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا أولا رأي كيف الموضوع اللي بنتكلم عليه دور المثقفين في نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن ولا لا شك أن هذا الدور هام خاصة في هذه الأوينة التي نرى فيها أن العنف والتطرف يتغولان ليس في مجتمعنا فقط بل بدأ ذلك ينتشر في ربوع العالم ولكن لاحظت آخر لقطة من لقطات العنف التي كانت في نيوزولندا فالعنف صار ثقافة عند كثير من الناس صحيح والسبب أننا لا نذكر الناس بثقافة التسامح ثقافة التسامح هذه ثقافة جاءت من أجلها الأديان وحملها كل نبي إلى قومه وأرسلت برسائل خاصة من السماء إلى الأرض لكي تلتقي الأرض بالسماء ويكون هناك الصفى والصفاء في الأرض وأيضا الرضا من الله في السماء صحيح ومن هنا كلما غفلنا عن هذه الثقافة كلما وجد العنف طريقا لكي يجد له مكان بين الناس الآن نحن لسنا في حاجة إلى ثورات ولسنا في حاجة إلى تغيير أمور معينة نحن في حاجة إلى ثورة ثقافية تجاه هؤلاء الذين لا يعرفون الأخلاق طريقا نحن نحتاج إلى تغيير المجتمع داخليا وتصدير هذا التغيير للعالم من خلال الذين يقومون على أمانة الكلمة من الذين يقومون على من الذي يخط بيده الخط من الذي يرسل الأفكار من الذي يشكل المجتمع هؤلاء المثقفون المثقف إذا لم يستخدم الرسالة التي وجد من أجلها وهي الحفاظ على قيم وأخلاقيات ومكانة واستقرار المجتمع فكريا وعقديا واجتماعيا يكون خاني الرسالة ومن هنا كانت اللقطة بتاعت اليوم التي أطلقها سيد الرئيس لقطة أو بمثابة جرس إنذار إذا لم تتنبهوا ولم تقوموا برسالتكم فقد جعلتم مكانا خاليا للعنف والعنف لن يطول واحد فقط ولا اثنين ولا تأتي لها يطول المجتمع من أوله إلى آخره ومن هنا واجب علينا أن نجتمع كل في مجال تخصصه لكي يدلي بدلوه في هذه القضية لو نظرنا إلى الأديان ما رأينا دينا من الأديان إلا أتى بثقافة التسامع وليس ثقافة العنف لو نظرنا في المصلحين في العالم لا نجدهم مصلحون أو لا نجدهم مصلحين إلا إذا حملوا هذه الثقافة للمجتمع دكتور الحيان أريد أن أسألك عن معنى ثقافة التسامع ومن هو المثقف في تقديرك المثقف هو الذي يعني يحمل أفكارا لا يحملها غيره هذه الأفكار بناء لها الدامة هذه الأفكار هي التي تجمع ولا تفرق هذه الأفكار لا بد أن ينطلق بها للمجتمع طيب أنا مثقف في أي مجال مثقف في مجال مثلا مجال العلوم والتكنولوجيا هل أستطيع أن أفعل أو أقوم بهذه اللقطة التي أريدها الآن؟ نعم من خلال أنصح فيما تستخدم التكنولوجيا مثلا أنا بعمل النهاردة تكنولوجيا هي المسيطرة على حياتنا لماذا لا أنشر أو أكتب مقالات أو أكتب كتيبات أو أكتب إرشادات لاستخدام الصحيح للتكنولوجيا بدل ما أستخدم التكنولوجيا في الشائعات التي تدمر بدل ما أستخدم التكنولوجيا في هدم البيوت استخدم التكنولوجيا في الأمور التي يحاسبني الله عليها سبحانه وتعالى أدعو إلى استخدام التكنولوجيا لأن الدين بتاعنا بيقول يعني العلم هو الأساس في هذا المجتمع فأنا أستخدم العلم فيما يفيد ده رسالة من رسائل أو شريحة من الشرائح المدرس في مدرسته ثقفته اللي بيحملها لابد أن يوظفها كيف يحافظ على عقول الشباب كيف أن يجعل الشاب يعني يتخرج من عنده باعتباره الصناعة الثقيلة أثقل صناعة في الكون بيصدرها للمجتمع هذه الصناعة الثقيلة لا تحمل العنف ولا تحمل البغضاء إنما تحمل كيف نبني ولا نهدم تحمل كيف نتحرك نحمل ما يكونش همي إني أنا الجمع أو الدنيا فقط هذه الأمور كلها أصدرها للشباب وأبين له الخير من الشر طريق الخير وطريق الشر دول طريقان موجودان منذ أن وجد الإنسان والمعركة بين الخير والشر قائمة المثقف الحقيقي هو الذي يجعل الخير ينتصر على الشر أما المثقف الذي يحمل ثقافة شريرة هو الذي يقلب الموازين ومن هنا نحذر من هؤلاء المثقفين المثقف الواعي يحذر الآخر يفتح باب الحوار الحوار نفسه يجعل حوار بين المثقفين لا عن طريق العنف ولا عن طريق الكلمات التي تجمعني اقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى حينما أأتي مع الآخر لأناقشه وهو ليس على ديني وليس على ثقافتي وليس على مذهبي ربنا تبارك وتعالى يعلم الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول صاحب الأخلاق العالية يقول له يا محمد علم الناس وثقفهم الثقافة التالية قل لهم وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين صدق الله العظيم يا رسول الله أنت اللي تحدث هاجه وتتلغى نعم وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين طب هل يا سيد الفاطل الرسول على ضلال قطعا لي قطعا ومع ذلك نطق بهذا اللفظ قال قد أكون أنا على ضلال اللي هو التذكير بثقافة أنت المحاور معي في هذه الثقافة التي تتحور فيها قد أكون أنا على ضلال وأنت على الخير أو العكس أو العكس وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال ولذلك جعل لعلى العلو للهدى شحية والضلال لم يأتي فيه كلمة علو بمعنى أن الذي يأتي بالهدى هو الذي سيعلو فينا في النقاش أكيد إذن حاورني ولا تتضايق مني الحقائق مرة الحقائق مرة في كل المكلة نعم فتخيروا لها خفة البيان فتخيروا لها خفة البيان وبناء عليه يجب علينا أن نعرف كيف نتحاور في المكتمة ولا نتشاجر الآن يا سيد الفاضل تجد عبارة عن صراعات بين المثقفين حينما يتحاورون في الإعلام أو في غيرهم هذا كلام مصبوط كإنه هذا فيه برامج تجاه المعاكس واتجاه مش عارف هذا مسألة اتنين يضربوا في بعض أي ما الذي استفاده المتعلم أو المشاهد لا شيء يجب علي أني أنا أرسل طالما أنا أحمل رسالة وواجهة المجتمع وصرت علم من أعلام المجتمع أن تكون رسالتي بناءة بناء عقلا بناء فكرا بناء وطنا بناء اجتماعيا كل هذه الأشياء نحتاجها من السادة المثقفة دكتور حذك قلت لي في بداية الحوار كلمة مهمة جدا قلت لي توسيع قاعدة المثقفين أو التذكير بثقافة التسامح وقبول الآخر يعني في تقديرك أنت كيف يمكن توسيع قاعدة تأثير المثقفين من أجل التسامح وقبول الآخر إذا كان هناك إخلاص من المثقف داخليا قبل ما يتكلم وإن هدفه إن يرسل للمجتمع برقيات أمن وأمان فكري ربنا سيساعد على هذا الأمر إن تبركت الكلمة يا سيدي أمانة ولذلك كانت أول شيء في القرآن الكريم إن يحسبني فيها عن الكلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد طيب القول هذا القول قد يكون باللسان القول قد يكون بالقلم القول قد يكون بكتاب يكتب القول قد يكون بمنشور ينشر ولذلك قيل للمثقف أي مثقف لا تكتب بخطك غير شيء يصرك في القيامة أن تراه صحيح لماذا؟ قل فكاتب الخط يفنى ويبقي الدهر ما كتبت يده أكيد يبقى أنا لم أكتب ما أكتبش للهدم بالضبط إذا رأيت زميل لي أكتب للهدم هنا علي النصيحة والنصيحة تكون بإيه بالتي هي أحسن وده المنطق والثقافة التي علمتنا إياها الأديان ثقافة التسامع ثقافة السلام ولذلك شعبنا الشعب المصري بالذات شعب من الشعوب الطيبة التي لا ترفض الآخر إنما دائما متسامحة مع الآخر وانظر حتى القرآن الكريم يرفع شأن بلدنا دي مش تعصبا إنما أنا بتكلم بما وجد في العقائد أكيد القرآن الكريم يرفع شأن مصر لدرجة أنك إنت لو ذكرت اسم مصر فقط اسم مصر فقط بتاخد عليه ثلاثين حسنة إذا كنت تقصده في كتاب الله سبحانه وتعالى أليس الحرف من قال ألف لام ميم أكيد لكل حرف حسنة وألف لام ميم ليست حرف إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف تذهب للقرآن تجد أن مصر وذي الثقافة التي يجب أن أعلمها لشبابنا تجد أن مصر متربعة في القرآن يعني واحد يقول لي ذكرت في القرآن خمس مرات أو عشر مرات أقول له لا يبقى أنت ثقافتك خفيفة الوزن والثقافة العالية ذكرت في القرآن مصر مصر بالذات أكثر من ثلث القرآن وقد يعني تسأل كيف هذا أقول لك اقرأ سورة البقرة تجد فيها حديث مفصل عن موسى وبقرة بني إسرائيل كانوا في مصر هنا اقرأ في سورة الأعراف في مصر هنا أكيد صفحات طوال اقرأ قصة كاملة عن مصر واقتصاد مصر وزير اقتصاد مصر ده كل المثقفين لازم يرفوه صدروا لشبابنا الوزير هذا وزير اقتصاد مصر لم يأتي إلينا من الأمم المتحدة إنما أرسل من السماء وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام صورة كاملة في القرآن تختص بمصر وثقافة مصر واختصاد مصر وأهل مصر عظيم كلام رائح دكتور حركة رئيس الأكاديمية العالمية للتدريب بجماعة الأسهر هذه الأكاديمية انشأت أخيرا في المؤتمر العالمي بجماعة الأسهر إلى أي مدى في تقديرك من واقع دور هذه الأكاديمية وجماعة الأسهر إلى أي مدى أنت رادي عن حجم التنوير في المجتمع المصري والعربي فيما تعلق بقضايا التسامح وقبول الآخر مصر هي التي تصدر التسامح للعالم مصر فيها خير كتير والخير ثقافيا موجود لو سألت عن أحسن مثقف في العالم تجده مصري لو سألت عن أحسن كاتب في العالم رواية تجده مصري لو سألت عن أحسن فنان في العالم تجده مصري لو سألت عن أحسن طبيب في العالم تجده مصري لذلك العالم يثق في المصريين أنا عندي الآن في أكاديمية الأسهر العالمية أكثر من 22 دولة مرسلة الوعاظ والآئمة لكي يتضربوا تضربوا على ثقافة التسامح في الأظهر الشريف عندي من كنيا وعندي من الصومال وعندي من روسيا وعندي من باكستان وعندي من الفلبين وآخر حاجة كانت بالأمس من ألمانيا مرسلين إلينا وفد عشان وفدي بالأمس أيضا من دول عربية العراق أول فوج لها مبارحة عندي كان 27 واحدين من العراق لو أن مصر ليست لها مكانة عند الناس كيف تأتمنى على عقول أبنائها وعلى عقول موظفيها في جامعة الأظهر يوجد أكثر من أو 35 ألف وافد من أكثر من 20 دولة في أكاديمية الأظهر العالمية 22 دولة وبالأمس ألمانيا والعراق 24 دولة وكل يوم التاني تأتي ماذا يعني هذا؟ يعني أننا بخير وأمان حتى وإن وجد صداع ثقافي وإن وجد صداع أخلاقي إلا أن العالم يثقون في مصر وفي الأزهر أنا أعيز أن أكلمك على الصداع الثقافي والأخلاق ما هو المطلوب من مؤسسات الدولة المصرية حتى تكون متفاعلة ومتحاورة مع صداع الفكر والثقافي الذي يسبب لنا الكثير من المشاكل كل يتحرك برسالته كل مؤسسة لا تتكل على مؤسسة أخرى صحيح إنما الجميع يكونوا في منظومة واحدة وفي موتقة واحدة أدك مثال الأزهر الشريف يقولون هو المنطله بتجديد الخطاب الديني فقط هذا كلام خطأ لا فقط هو ظلم كبير الأزهر في الأمام صح لكن بتجديد الخطاب ما معنى تجديد الخطاب من ضمنه نشر ثقافة التسامح أكيد هل هذا يحمله الأزهر فقط؟ لا طبعا أنا بجواري مؤسسة تانية مؤسسة الأوقاف بجواري مؤسسة تانية الشباب والرياضة الشباب اللي يرى الرياضة لا أجعل الشباب يفكر بقدمه فقط لابد أن يفكر بقدمه وبعقله لابد أن أكتشف المواهب في وزارة الثقافة أكتشف الشباب وزارة التضامن لابد أن تساعد وزارة التربية والتعليم عليها دور كبير لأن أنا بسلم ابني لهذه الوزارة من الثامنة صباحا يخرج الثالثة عصرا أغلب الشباب النهار هاجر المدارس وذهب إلى الأمور الدروسية الخصوصية المتقفون عليهم الوعي باقي في هذه الحالة لابد أن نرجع ونفتح باب المدرسة من جديد ونلتقي على كلمة سواء في الحفاظ على أمننا الفكري والأمن الفكري هو الذي يبني الأوطان والأخلاق هي التي تبني الأوطان إذا هزم الإنسان فكريا وهزم أخلاقيا فقل على الدنيا السلام وصدق شوقي حين قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا دكتور يعني إحنا في مصر في جامعة الأظهر عندنا الكثير من البعثات اللي جاء من العديد من الدول علشان يتعلموا في الأظهر باعتبار أن الأظهر منارة علمية وسطية على مستوى العالم يعني كان عندنا مثقفين كان عندنا فنانين كان عندنا أعظم مطربين كان عندنا أعظم في كل مجالات حاليا إحنا مش بنلاقي هذه الأمور على الساحة وربما تكون موجودة ولكن يعني دورها أو تأثيرها غير كبير بشكل فعال وهضرب مع حضرتك مثال يعني لو تفتكر كان زمان دور الثقافة الجماهيرية اللي كانت بتجوب شوارع الجمهورية كان عندنا الكتاب العظامة اللي بينزلوا من خلال العديد من المسلسلات والأفلام الدرامية التي تخاطب المواطن من خلال الشاشة الصغيرة وكان لها دور وتأثير كبير جدا وكان بها الكثير من القيم الفكرية والثقافية والأخلاقية ماذا حدث؟ الذي حدث أن هناك عنصر غريب دخل علينا هذا العنصر الغريب أغلبه المنتج غير المصري خلينا صرحا هناك لو سألت الإخوة الفنانين أو المخرجين تجد أن هناك أياد رؤوس أموال تتدخل في صناعة الفيلم أو المسلسل الذي يكون له تأثير في المجتمع هؤلاء لا يهمهم القيم التي تحدثت عنها في الأفلام القديمة لا يهمهم إننا أبين شيء يبني شباب المجتمع يهم الإثارة علشان يأتي بالأموال يهم إنه هو يرجع من عندك أدى رسالة الرسالة ما نعرفش هي جاي من بره إيه هي سبقها إنها تهدم ولا تبني رأينا أفلام أفلام بعد ما يشاهد الفيلم يترجم إلى واقع عملي في محيط المجتمع والأسرة ويخرج الشباب يقلد الفنان ويخرج هذا الفنان بأنه كذا وأنه كذا ليس كل الفنانين إنما البعض الذي ينساق وينسى الرسالة التي من أجلها وضع في هذا المكان يا سيدي ما وضع إنسان في مكان إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى وإرادة الله لا تكون في الشر أبدا صحيح لا يمكن ولا يرضى لعباده الكفر دائما فإن أنت حملت وظيفة معينة أو مثلا مذيع إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك ربنا أقامك أن تكون مذيعا هذا المذيع لابد قبل أن يتكلم يفكر والتفكير يمر على بؤرة التفكير ثم ينظر إلى العقل ثم بعد ذلك يصل إلى اللسان اللسان قبل ما يخرج الكلمة شف في أسنان وفي شفتين وفي عقل مفكر في تدبير قبل ما قولها لا بد أن ومن هنا الفن الراقي مطلوب الفن نحن لا نحارب الفن والأظهر لا يحارب الفن لأن القرآن علمنا اللوحة الفنية الجميلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي يقول الألباب انظر إلى لوحة تانية أو الفن هو صحيح البعض يقول لك إيه يا عم ده بتعدين بيه مين قال لك إحنا ضد الفن إنما ضد الفن الراقي اللي تحدثت ضد الفن اللاراقي اللي تحدثت عنه من شوية الفن الراقي كلنا نطلبه انظر إلى اللوحة اللوحة الفنية من خلال صور القرآن الكريم وأنا حاوز أي صاحب لوحة يكون عد موهبة الرسم يقول إيه فلينظر الإنسان إلى طعامه انظر المشهد إلى طعام جدا مكسونية الطعام كده فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعمكم إيه الجمال وإيه اللوحة دي إحنا لسنا ضد الفن إنما ضد الفن الهابط نحن نريد الفن الراقي الذي رأينا قبل ذلك أفلام تدعونا إلى أن ثورتنا وتذكرنا بالفضلاء وتذكرنا بالوطنيين ثورت 19 وثورت 52 وثورت كثير لكن فجئنا أن هناك من يصدر لنا الأفلام والمسلسلات التي تحدثنا عن الآخرين وليس عن رموزنا بل هناك من يخرج في بعض اللقاءات ليهدم الرموز طيب لا نريد هذا لكن أنا أعزي أكلم حركة خلاصة الحاجة بتشوفها لو بنتكلم على استراتيجية عامة لترصيخ ثقافة التسامح وقبول الآخر ما هو المطلوب من كل مؤسسات الدولة في تقديرك أنت حتى يكون هناك تأثير بالفعل على كل الأجيال ومن ثم تكون هذه الصورة هي الصورة صورة مصر في الخارج وصورة التسامح وقبول الآخر استراتيجية يعني مجتمعية السيد الفاضل نحن أمة أمة مصر بالذات أمة دائما أبدا كما قلنا في البداية أمة الحضارة والحضارة المصرية بيتغنى بها العالم كله صحيح هذه الحضارة ليست وليدة الساعة إنما آلاف من السنة سبعة آلاف كما يقولون أو أكثر هذه الحضارة لابد أن نحافظ عليها هناك أمم ليس لها حضارة وتبحث عن نفسها عن حضارة هناك دول انشئت من 200 سنة و250 سنة بتبحث وتقبل أي ثقافة نحن لا نقبل أي ثقافة نحن نقبل الآخر ولا نرفضه ولكن فيما يفيد بلادنا ويفيد مجتمعنا المطلوب من المثقفين جميعا والمؤسسات كلها أن تعي هذا الحمل الكبير وهو المحافظة على حضارة مصر حضارة مصر ليست حضارة هيينة وحضارة مصر لازم نستوصي بها خيرا واللي وصانا بها الأنبياء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والصلاة أول كله يقول استوصوا بأهل مصر خيرا ليه يا رسول الله قال فإن لنا فيهم ذمة ورحمة لم يقل وصوا إنما استوصوا يعني بعدك أنت والتاني والتالت والرابع ونفاجأ بسيدنا المسيح نفاجأ بسيدنا المسيح يتكلم عن مصر ويأتي ويزور مصر ويكون ضيف من ضيف مصر وسيدنا إبراهيم يكون ضيف من ضيف مصر والكتاب المقدس يحكي أنه أن إبراهيم وهو أبو الأنبياء حينما ضاقت به الدنيا بأسرها ولم يجد خبزا قيل له انزل إلى مصر لتجد خبزا في مصر هذا الكلام موجود في الكتاب المقدس ولما ضاقت الدنيا بسيدنا المسيح وبالسيدة مريم جاء إلى مصر وكانوا من أحسن الضيوف وأخذوا الجنسية المصرية إن صح التعبير إلى يومنا هذا لابد أن نعرف أن الأصحاب الأفكار والديانات الأخرى جميعا على أرض مصر سواء بيقولنا المواطنة وعاوزين يستوردوا لنا المواطن دحنا أس المواطنة سيدنا أشعياء في سفره يقول مبارك شعب مصر في سفر أشعياء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قلت لك من شوية تقول استوصوا بأهل مصر خيرا نفاجأ هذه الحضارة التي تجمع وتجعل الدنيا كلها تولي وجهها شطر مصر حينما نتحدث عن الأنبياء نتحدث عن الرسل نتحدث عن المثقفين نتحدث عن العلماء نتحدث عن الأطباء نهاردة أنا لسه أتكلم بقولك أحسن طبيب مصري تجده طبيب القلب في مصر أليس مصرية وهو الطبيب العالمي مجد يعقوب طبيب أحمد زويل الله يرحمه كان إيه أحسن مكتشف وهكذا من الذي أخذ جائزة نوبل أحسن من أحسن الفني مصري بتغزو العالم منذ قدم الآن منذ القدم الآن بدأت الأمور ترجع للخلف شوي لابد أن نتنبه جميع مؤسسات الدولة تتنبه وجميع من يحمل فكرا أو قلما حرا يتنبه في المحافظة على هذا البلد وقيم هذا البلد وحضارة هذا البلد نورتني جدا في هذا الحوار سعيد بيقول لهذه المعلومات الرقية أشكرك جدا الدكتور عبد المنعم فؤاد أساس العقيدة والفلسفة بجماعة الأزهر ورئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب نورتني في هذا الحوار شكرا جدا دكتور بعد قليل بعد موجز الأنباء مشاهدين الكلام الكرام سيكون معنا الحوار الثاني في من القاهرة تضحيات رجال الشرطة من أجل الأمن والاستقرار سيكون معنا في هذا الحوار الدكتور إهابي يوسف الخبير الأمني الآن مع حضراتكم زميلة إلهام نمر في موجز الأنباء نلتقي بعد موجز الأنباء في أمندلة